الانتخابات ومعضلة الإجابات عن المتسبب بالتأجيل أو نقض التوافقات في فلك مجلسي النواب والدولة أصل العلة ومآلاتها مسلسل الاتهامات المتبادلة بين رئيسي المجلسين متى الوصول إلى حلقته الأخيرة تصريحات جديدة ولقاءات إعلامية للجانبين وما أكثرها خلال الأيام الماضية ليس للإعلان عن عودة أخرى إلى دائرة التوافقات بل لتفسير أصل الخلافات والتناقضات خرج المشري للتجديد على رفضه ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية اختار هذه المرة تسمية خليفة حفتر صراحة باعتباره أصل الخلاف قال إن هذا الرجل يستطيع منع الانتخابات مضطر المجلسان إلى عدم حسم النقاط الخلافية بحثا عن المخارج ما قبل هذا التوضيح المعروف سلفا استفاد المشري في الحديث عن توافقات ولدت ميتة مع عقيلة كشف في لقاء مع تلفزيون المسار أن رئيس مجلس النواب رفض التوقيع على وثيقة الدستور بعد الاتفاق عليها في القاهرة ومما جاء في لقائه المطول أن سبب انقلاب عقيلة على تفاهمات القاهرة هي ضغوطات مورست عليه داخل المجلس وخارجه رغم كل هذا أبدى المشري تفاؤله في إمكانية إجراء الانتخابات هذا العام كان مجلس النواب دعا لاستئناف المشاورات الدستورية ومنح مهلة للرد والتوافق وبغياب الرد الرسمي من الأعلى للدولة علن المجلسان عن لقاء جمع أعضاء من كليهما لبحث الأزمة والانتخابات في بيان مشترك من الأعضاء وعلى رأسهم النائبان الأولان لرئيسي المجلسين تمت المطالبة بعدم تحميل المسئولية الكاملة للمجلسين باعتبارها تشمل جميع الأطراف والمؤسسات تحدث البيان عن وضع خريطة طريق بإطار زمني للانتخابات دون تحديد موعد ثابت لإصدارها مواعيد عقد اللقاءات المفترضة بين عاقلة والمشري وبرعاية أممية تبقى مواعيدها حتى الآن مبنية للمجهول ما بعد خطاب رئيسها الشهير أمام مجلس الأمن باللجوء إلى وسائل بديلة حال عدم توافق المجلسين تكتفي البعثة منذ ذلك الحين بالحديث عن أهمية التوافق وإجراء الاستحقاق الانتخابي دعم المجتمع الدولي لخطاب البعثة تغيب عنه الأدوات والقرارات الحاضر هو البحث عن مفاتيح لتحقيق مصالح آنية واستراتيجية صراحة سفيرة بريطانيا في الحديث أن قادة البلاد هم من يخذنونها وأنهم يبحثون فقط عن مصالحهم لا يبدو أنه سيحمل أي جديد على الأرض بعد كل هذا هل سيتم متجاوز المجلسين؟ وهل ستوضع القوانين والأسس الدستورية قريبا؟ الإجابة الضائعة منذ سنوات تبتعد أكثر؟ كل يوم